رعى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية الاحتفال الوطني بمناسبة عيد استقلال مملكة السادس والسبعين بحضور جلالة الملك راني العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وشاهد جلالته والحضور فقرات تجسد أهمية مناسبة الاستقلال في وجدان الأردنيين ومسيرة تقدم دولتهم واجتمل الاحتفال الذي حضره أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء السلطات على عروض مرئية تناولت رؤية تحديث الدولة ضمن مسارات سياسية واقتصادية وإدارية متوازية وأنعم جلالة الملك خلال الاحتفال على كوكبة من أبناء الأردني وبناته من مختلف القطاعات بأوسمة ملكية تقديرا لدورهم الكبير وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين وأنعم جلالة الملك بأسام الملك عبدالله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى على غبطة البطريارك بيرباتيستابت سبالة بطريارك القدس للاتين تقديرا لدوره الكبير وإسهاماته في نشر التسامح وترسيخ العيش المشترك في مدينة القدس ودفاعه عن المقدسات المسيحية فيها كما أنعم جلالة الملك بأسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقل تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق هذا وقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني التهنئة لكل أردني وأردنية مشيرا في خطابه السامي إلى أن هذه المناسبة تمر لأول مرة في المئوية الثانية من عمر الوطن العزيز وقال جلالته إن الأردن يقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهو يواصل حملة أمانة المسئولية النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس مؤكدا جلالته حرص الأردن على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب كأساسا لاستقرار المجتمعات وازدهارها الإخوة والأخوات العيزة الشعب الأردني يستحق الأفضل دائما وواجبنا مسؤولينا ومؤسسات أن نبذل أخصى طاقاتنا لترجمة أجندة التحديث هذه إلى واقع يلمس المواطن أثره المباشر على نوعية ومستوحياته مرة أخرى أتوجه بتهنيتي لكل أبناء وبنات شعبنا في سائر أرجاء الوطن بهذه المناسبة العزيزة مؤكدا على اعتزازي بكل واحد منهم وثيقتي بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات وأخص بالذكر أن الشامة والنشميات حماة الوطن والمصير أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبهذه المناسبة المجيدة انطلقت في جميع محافظات المملكة الاحتفالات التي اجتملت على ألعاب نارية واستعراضات كشفية ووطنية متنوعة ومقطوعات موسيقية لموسيقات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعروض جوية أدتها طائرات فريق السقور الملكية وطائرات سلاح الجو الملكي